أقيم في العاصمة المؤقتة عدن بمركز الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حفل اختتام الدورة التدريبية في المجال المالي والمحاسبي والإداري لكوادر الهيئة الهاتفة للربط الشبكي بين الهيئة وفروعها مزيدا من تفاصيل وتغرير زميل انصار عبدالجليل برات مع الوزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نبيل الفقه أقيم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بمركز الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حفل اختتام الدورة التدريبية في المجال المالي والمحاسبي والإداري الكوادر الهيئة الذي يمهد للرط الشبكي بين الهيئة وفروعها والتي بدورها سترتقي بالعمل المؤسسي والإداري نحو التطور ومواكبات الشعوب المتقدمة بهذا المجال رغم الظروف الاسطنائية التي تمر بها البلاد الأستاذ عليها الدار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أكدها أن هذا الحافلة التكريمي للكوادر يعطي دفع لهم طبعا اليوم نحن نودع اليدوي ونبدأ بالآلي الآلي سيبدأ معنا من 1-1-2020 نظامنا سيكون نظام آلي برمجي وهذا أتت بجهود طيبة نحن خلال الفترة الماضية أسسناها وقيدنا بيانات المتقاعدين وخلال 2017-2018-2019 بدأنا نراجع كل البيانات الآن الأمر مسهلة والنظام المالي مسهل وما عدنا نتعامش باليدوي والتعامل مع الجمهور والتعامل طيب والغضايا المقدمة أننا نجزها في بعقل التكريم فما يسعني في الأخير إلا أن أبارك للشكر والتقدير لكل من وقفه معنا وللقيادة السياسية مثلتهم في خامة رئيس الجمهورية ونهنيهم بعياد الثورة اليمنية أكتوبر ونوفمبر وسبتمبر ونحن ندعم ونهني الاتفاق الأخير الذي يخرج البلد إلى بر الأمان فالتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أن الهيئة تسعى إلى رفع المستوى المعيشة للمتقاعدين وذلك برفع الحد لدنا للجور وتعديل قانون التأمينات والمعاشات بما يحقق المنافع المشتركة للجميع من جانب أكد الأخ النافع أحمد محمد وكيل الهيئة على همية اختتام هذا الحافل التكريمي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حافل اختتام الدورة التريبية في النظام المالي والداري للنظام المحاسبي في المركز الرئيسي لموظفي وكوادر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إن شاء الله والمرحلة القادمة سيتم ربط الفروع بالمركز آليا هذا وفعل توجيهات رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات شكرا حضر أهد الحافل الأخ عبد الحكيم الشعبي وكيل محافظة عدن والأخوة رؤساء النقابات والجمعيات المتقاعدين الذين قدموا جزيز الشكر للأخ رئيس الهيئة لما قدمه ويقدمه للمتقاعدين وفي نهاية الحفظ تم توزيع الشهادة التقديرية على المشاركين في هذه الدورة والمساهمين في إنقاحها إنساء بجليل قناة عدن فضائية من الأسبوع من موقع عدن